اشتركوا في القناة انشيط البدن في زيادة الدم والحديد في الانسان ان كان هناك خلال في الحجام تعمل على اعادته ان كان في الطحال ان كان في النخاع فتعمل على اعادة الدم الى مستوى الطبيعي بعض الناس يحب انه يعمل الحجام وبشكل دوري ممكن تنعمل الحجام كل اربع اشهر ما في مشكلة وافضلها اللي هي الربيع هاي بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انس رضي الله عنه وارضاه كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان فعل ماضي يحتجم فعل مضارع يفيدك الاستمرار والمداومة في الاخلعين والكاهل هذه مواضع الحجام طيب فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في اخر ايامه قبل ان يتوفى في الحج فوق الستين توفي النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ثلاثة وستين يعني في السن ثلاثة وستين احتجم مرتين صلى الله عليه وسلم في اقل من اسبوعين اهل بالحج خمسة وعشرين ذل قاعدة ذل قاعدة ثم فك حرام يوم العاشر احتجم نبي صلى الله عليه وسلم مصدرأسه من الشقيقة بمنطقة لحي جمل وهو ذاهب من المدينة الى مكة هذه واحد اتنين احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر القدم فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم مرتين خلال اقل من اسبوعين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم يوم العيد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم يوم عرفه فنزلنا يوما فثلاثة عشر يوم خلالنا ثلاثة عشر يوم احتجمها مرتين صلى الله عليه وسلم المحاذير اللي احنا بنحكي فيها لكل انسان بعاني من التهاب او عنده اللي هي حرارة عالي جدا ممنوع تنعمل للحجامة طيب هناك التهاب من المفاصل فانفكت قدمه فالتهاب في مفصل القدم هناك التهاب في الكبد الوبائي هناك الزكام هناك التهاب في الرئة هل نمنع عنهم حتى وان كان درجة الحرارة عالية بعض الاطباء يمنع هو ياخذ كلام الاطباء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الحجم شفاء لمن لجميع الامراض الموجودة على وجه الارض المرأة الحامل ممنوع تنعمل لها الحجامة نهائيا لانه ممكن تساعد على الارتخاء العالي جدا للعضلات توجد ابحاث ولا لراسات تقول هذا الامر وانما هذه من رقة الاطباء وخوفهم على الانسان لا توجد ابحاث ولا دراسات هل عملت دراسات كي نمنع الحامل عنها الحجامة؟ الشغل الثالثي اللي هو إنسان بيعاني من تميع الدم الأدوية الممية على الدم أو مشاكل القلب العالية أو مريض السكري اللي عنده ضعف في الأوعية الدموية ويجي إنسان يطلب أن بيعمل له أوعية الدموية اللي هي Nanos دموية للأقدام عشان التروية. بالعكس هي ممكن تزيد عنده اللي هي المشكلة للقدم السكري. اللي بيكون بعاني من قدم السكري. ممنوع نعمله بالأقدام اللي هي الحجامة. لانه ما في عنده تروية كافية. فبالتالي الجرح عنده ما بيطيب او ما بيشفى بسرعة. فممكن تأدي الى التهاب. العكس الحجامة تنفع مع مشاكل اصحاب السكري. سواء القدم السكرية او اه قلة تروية الدم لأسفل القدم. فهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية. وتعمل على تغذية العضلات والاعصاب بالدم بصورة جيدة. بالذات اذا تكررت او تم تكرار عمليات الحجامة بصفة دورية. لكن المشكلة في الالية في المعالج. كيف بيعالج? كيف بيشرط? اهم شيء. مهارة المعالج لا يكون عنيف في التشريع. اللي هي الحجامة. الشغل المهم جدا انه انسان يعاني من ارتفاع درجة حرارة او مفلوز او انسان عنده كانسر. عفانا وإياكم الله. ممنوع تنعمل له الحجامة. الانسان اللي عنده البهاق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه في الحجم شفاع. الا اصحاب الاورام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما تداويتم به الحجامة أخير دواء للسلطان الحجامة. ممنوع تنعمل له الحجامة لانه بخبراتنا وبالناس اللي شفناهم وعرفنا عنهم لما تنعمل عندهم اللي هي الحجامة وعندهم اللي هي البهاق ممكن يزيد البهاق في الجسم إذا عملت إلى التشريط العميق سيتأثر لكن جروح سطحية لن يتأثر الحر الشديد والبرد الشديد برضو ممنوع تنعمل فيهم اللي هي الحجامة الآن قال الحجامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها شفاء هل استثناء قال إلا في الحر والبرد لا تعملون الحجامة وقد ذكر في بداية الكلام قال في الربيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الربيع فبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم